التبيض يعني الأرض إزيان التبيض أنا أتحدث عن شخصية تطلع لمدة أسبوع بالتلفزيون أو بالبوء بالسوشيال ميديا ينزل إلى فيديو إباعي ووراها تمتلك شقة بوابة بغداد وسيارة سعرها أربعمائة ألف وثلاثمائة وخمسين ألف وهكذا وذهب وغيرها وسفرات الدبي وجوازات دومينيكان وصاروا هواية يعني نص ثلاثة أربع بوابة بغداد الشقة بخمسين دفتر وهذولة وذني قعداتي والله وهذولة يعني أقول لك هذا العراق العراق هذا صفة مميزة ببلد الموجة مر الموجة أيام زمان أهل المشالب مجارش وجدتك موجة وراها أهل الصيدريات وجدتك موجة وراها أهل السكراب عتيق للبيع هس الموجة هاي في هاي الحكومة هاي موجة اثنين النائب يمتاز بالتزوير والغباء واللواقع هذا النائب يطيق إلى الله وجدتك بلودرات يسموه بلودرات وفاشيستات فاشيستات وبلودراتي ذني أولا كل هين على اطلاق يمتلكن علاقات بهؤلاء النواب والمسؤولين السفلة تحجب برازر اثنين يعني تشيء تعتقد هاي من توقف وتقل له لابو المرور وضربه بالشحاطة منو طلع وراها لازم وراها هزا احنا الوقت مالاتنا ما يحتاج شوفوا بزمان صدام من شات السيد جريمة يرحون المخابرات والأمن وين للملاهي يطلعون دولة العصابة هس انت لا تعبروا حك الدولة تتلقي الفانشيستات والكلاوات وال56 والفلوس والنفق والشفط والصدر والشفع والأله هذا كله طبعا للسياسي يعني هذا يعني لحم ينهش من قبل السياسي مقابل ثمن خلي تروح كل مطاعم كلهم مطاعم ابتداء قرية دجلة وما يسمونها هذه بحيث بها الأرقيلة بـ 30 و50 ألف ويتباهون بهاي الأسعار والشاي بـ 6000 وهي تطلع في G-Class وهي حتى معظمهم بوع معظمهم بدون شهادات معظمهم متفوقات بنسبة السيليكون على الثدي وعالشفة وعالخشم وعالأرداف هذا اللي هي متميزة بي وتتميز أيضا بأنه صاحبه هو السياسي الفلاني له الحجي له الصغار المعين له المعمم المعين المعمم يموتون على ذلك هم من عندهم؟ المعممين هم عندهم فشل أستاذ المعممين بزمن كانوا يحبون الدجاج أو الديج يجيك المعمم يقول لك يقول لي ديج يأكل ديج هسه هم قاموا يأكلون غير ديج قاموا يأكلون هذا الدجاج اللي اسمها طانش أستاذ شنه هم هم المعممين هم الآوان والسياسيين من الآوان بشير الحجيمي؟ لا لو أنت لو ذول المدنيين شنه علاقتنا بذنين؟ ذنين لي كل أشكال واحدة أكو مشكلة أنا جاي أشوفين يومية بالكرادة والقراد ما جاي أميز سوها من سلمة من ريتة نفس الخشة ونفس الشفايف ونفس الخدود شكرا للمشاهدة